أعلنت وزارة الأوقاف القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجياً للصلوات الخمسة حيث سيتم فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط التالية عدم فتح دورات المياه نهائياً وعدم فتح دور المناسبات نهائياً وعدم سماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية كما تضم الضوابط عدم فتح أي تأضرح أو مقامات نهائياً كذلك عدم فتح مصليات السيدات فضلاً عن عدم إقامة أي دروس أو ندوات هذا ويتم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق كما يجب على المصليين ارتداء الكمامة واستحابهم لسجادة خاصة بهم إلى جانب الالتزام بعلامات التباعد بين المصليين كما شددت الوزر على أنه في حالة عدم التزام المصليين بالضوابط فسيتم غلق المسجد فوراً وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر